ودلوقتي بقى يا حضراتنا نروح بقى على الصحافة الرياضية شفت الدولاب عندنا الكؤوس لزق في بعض عايزين نقول لين لأ نوسع بقى نبني بجد مبنى تاني زي ما كنا بنعمل وعلى فكرة بالمناسبة ده هيتم على أرض الواقع يعني فلا مش عايزين نحشر كؤوسنا يا كتيرة ودروعنا كتيرة لأ كان بجد والله ده واقع يعني ليه ليه حشرين ثلاثة أربعة في صف واحد يعني نعمل كده ليه صحيح ما الدنيا فيها براح نعم هنلاحق فين ولا فين على كل حياتنا نروح لدلوقتي مقر يلا كورة ومراسلتنا مريم ساميح ومعها لقاء مع زملتنا العزيزة المتقلقة من عمر النقيدة الرياضية وحيقروا معنا أهم المنشطات في الصحف والمواقع المختلفة يعني مريم صباح الخير وبونجور عليكي وانت شكلك لست صحيح حالا يا مريم أخبارك ايه كده؟ قولنا كمان الحالة المرورية منك ونحب نعرفها وحالة التقس دوقتي مكتنا يا كريمي أول منزلنا أنا بنزل بدري جدا كانت تقس كويس قوي النهاردة ما عرفش بقى دلوقتي الوضع يتفضلي صبح عليك يا نهواند وصبح عليك يا كريم وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان لا والحقيقة يعني نهواند هاخد من كلامك هي الحالة المرورية هي اللي عاملة فيها كده مش لست صحي أمرا بس الأسف الحقيقة أن فيه يعني بعض الكثافات المرورية الكبيرة جدا فيه الطرق الرئيسية خاصة محور 26 يوليو وأيضا يعني يمكن كمان الدائري القادم من طريق الوحاة وهو دا كان طريق الحقيقة أن فيه تصليحات وأيضا فيه حادث بسيط وفيه كمان يمكن أكثر من عطل أكثر من عربية وده الحقيقة يعني يمكن عمل إغلاق تام للطريق دا يمكن أكثر من نصف ساعة أو أكثر كمان من نصف ساعة وهو دا الحقيقة يعني المخلي أو دا اللي مؤثر على بقية الطرق الرئيسية المؤدية لوسط البلد كمان يمكن زي ما أنت سألتي عن الطقس الحقيقة أنه هو فعلا النهاردة يمكن متحسن يعني مقارنة بالأيام الماضية خاصة النهاردة يمكن يعني لا تتجاوز درجة الحرارة 33 أو 34 دا دلوقتي يمكن في الساعات المقبلة ممكن يكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة ولكن يعني مقارنة بالأسبوع الماضي الحقيقة أن هي بدأت تتحسن بشكل كبير جدا خلينا بقى ننتقل لأخبارنا النهاردة أو عنواننا اللي هتكون معنا في جولتنا الصحفية من داخل موقع يلا كورا العنوان الأول من موقع يلا كورا ليفر بول يواصل التعثر ويتعادل مع كريستل بالس في الدوري الإنجليزي تاني عنواننا أيضا متعلق بذات المباراة من بوابة أخبار اليوم أول تعليق من كلاب بعد التعادل مع كريستل بالس في الدوري الإنجليزي وثالث عنواننا النهاردة من موقع اليوم السابع كورتوة يتفوق على أليسن في قائمة أغلى حراس العالم والعنوان الأخير من موقع كورا كانت يوربك منتخب فرنسا قبل منذيال عشرين اتنين وعشرين طبعا زي ما انت قلت يا نهواند أو نوهتي في البداية هيكون معنا طبعا ضفتنا العزيزة جدا الأستاذة من عمر أنقضة الرياضية بموقع يلا كورا عشان نتناقش معها في كل هذه الأخبار طبعا بنجد طبعا الصباح عليك يا منا النهاردة دايما بتنوارينا في جولتنا الصحفية في عشرة صبح في الأهلي لو هنتكلم عن مباراة ليفر بول وكريس البالس في الجولة الثانية في البريميور ليج يمكن ده ما كانش توقع جمهور ليفر بول ولكن أيضا توقع المدير الفني ولا أيضا اللاعبين خلينا نتكلم شوي عن النتيجة هل كنت تتوقعي ده هل شايفة أن الجمهور ليحق أنه هو يغضب هو المدير الفني ولا شايفة أنه لسه بدري قوي على تقييم الأداء أنت قلت جبتي من الآخر يا ماري أنه هو لسه بدري جدا على تقييم أداء ليفر بول طبعا إحنا لسه في تاني أسبوع في بريميور ليج فلسه الموضوع كبير جدا يعني يعني من وجهة نظري أنه كانت في مباراة مبارح الطرد بتاع داروين نونيس طبعا اللي هو وحص عليه في ديئة 57 هو ده لقلب المباراة تماما طبعا كان ليفر بول أصلا في الجولة الأولى كان تعادل 2-2 مع فولم الجولة التانية اللي هي كانت أمس قدام كريستال بلس طبعا جماهير ليفر بول كانت على ملعب أنفلد كمان فكانت جماهير ليفر بول كانت منتظرة نتيجة الفوز لأنها بتلعب على أرضها وبتلعب في وسط جماهيرها فبالنسبة كبيرة بيبقى ثلاث نقاط بتوع ليفر بول حالة الطرد اللي حصلت لداروين نونيس طبعا هي دي قلبة المباراة وأعتقد بنسبة كبيرة لو دي ما كانتش حصلت كانت نتيجة المباراة كانت هتختلف تماما بدليل أصلا بعد الطرد تقريبا بأربع دقايق لويس دياز تعادل لليفر بول وكان فيه فرص كتير تانية أصلا لليفر بول بس ما قدروش أن هما ينهوها بشكل جيد لسه بدري جدا 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 على الحكم على بريمير ليج الجدول بيتقلب كل أسبوع لو نفتكر السيزن اللي فات منشستر سيتي اللي هو أصلا أنهى الموسم بطل لبريمير ليج كان تعثر في الجولة الأولى قدام توتنم كان خسر واحد صفر ورجع تعثر بعد كده قدام سوث هامتون على ما أعتقد في الجولة الخمسة تعادل سلبي فقد نقاط كتير كان في الأول وكان يبتعد عن المرشحين وفي الآخر هو اللي أنهى المسابقة كبطل لبريمير ليج للمرة تانية على التوالي فلسه بدري جدا أنه هنحكم على أداء ليفر بول لسه السيزن طويل وأعتقد يعني ماتش مبارح وماتش فولم التعثرين أعتقد دول هيفيدوا ليفر بول في الجوادات اللي جاية بشكل كبير جدا جدا لو هنتكلم بقى عن تصريحات يورجين كلاب عقب انتهاء المباراة هو كان شايف أن المباراة بدأ بشكل كويس كان شايف أن هم ظاهرين بشكل كويس ولكن شايف أن القضية كانت طبعا طارد داروين نونيز شايف أنه تم استفزازه أكيد من لاعب كريستل بولس ولكن ما كانش ده التصرف الصحيح اللي كان المفروض أنه هو يعني يقوم به علشان المباراة يعني ما تاخدش هذا الاتجاه كمان يمكن يورجين كلاب شايف أن بقية لعيب ليفر بول هيبقى هيلومه أو هيبقى على دارو نونيز لوم كبير جدا من قبل بقية لعبين ليفر بول أنت شايف أنه هو يستحق كل هذا؟ بسي هو يورجين كلاب مدرب ليفر بول اختار التعبير المناسب هو قال الطارد كان بمثابة ضربة قاضية للفريق وهو ده اللي احنا كنا نتكلم فيه من شوية أن الطارد فرق جدا على أداء ونتيجة ليفر بول لانا بلعب في الآخر بلعب بتسع لعيبة طبعا كن حارس المارمى فأنا بينقصني لاعب فده طبعا هيأثر على أداء الفريق وبعدين نونيز لاعب يعني آه لسه صفقة جديدة لكنه قدر أنه هو يثبت نفسه وبقى أساسي في تشكيل ليفر بول فأنت بالنسبة لي عنصر أساسي أو أعمود رئيسي في خطة الفريق فبالتالي خسارتك أكيد هتأثر على أداء الفريق دي نقطة نقطة تانية هو لسه لاعب صغير لسه 23 سنة ما عندهش خبرات كبيرة كلوب اعترف ودي كانت صراحة من الإجابيات لي جدا في المؤتمر الصحفي اعترف أنه حل الطرد آه هو تم استفزازه بس هو تصرفه كان غير لائق يعني أنا ما أدرش أتكلم فيها هي فعلا بطاقة حمراء الدور اللي هيبقى على كلوب وهايبقى على زملاء نونيز لعيبة ليفر بول يعني أنه هما أكيد هيوجهوا لأمور زي دي يعني مش هنقول إنه الموضوع هيبقى فيه لوم لأنه في النهاية أنا ما خسرتش لقب أو ما خسرتش بطولة يعني في الآخر أنا خسرته نقطتين ولسه مشوار الدوري طويل لكن أكيد هيبقى فيه تعليمات هيبقى فيه خصوة من صلاح أعتقد كمان هيبقى من كبتن فريق جوردون هندرسون وفرجل فندايك أكيد هيبقى ليهم تعليمات نونيز أكيد هيبقى فيه زي أعداد كده ودية يعني أنه إزاي هو يتعامل مع الاستفزازات دي ومفروض أنه ما ينجرفش لها لأن زي ما طبعنا كلفة الفريق في الآخر خسارة نقطتين مهمين يعني يمكن عنوانا التالت النهاردة أكيد زي ما أنت عارفة ترانسفر ماركت دايما بتهتم بالصفقات والقيمة التسوقية لبعض اللاعبين النهاردة بقى بنتكلم عن حراس المرمى في العالم يمكن كورتواب تفوق على عدد كبير جدا وكان أو احتل المركز الأول في قائمة اللاعبين أو الأغلى خمس حراس مرمى في العالم يمكن بقيمة تسوقية بتبلغ ستين مليون يورو متفوقا طبعا على بعض حراس المرمى ويمكن أبرزهم أليسن بيكر حارس مرمى ليفر بول لو عايزين تكلم شوي عن مهارات كورتوا أو يمكن القيمة التسوقية العالية جدا ليه متفوقا على يمكن أغلى أربع لعبي أو أغلى أربع حراس عالم خلينا نتفق أنه زي ما أنت ما قلت كده أن التقرير ده هو قيمة تسوقية طبعا بيعملها موقع ترانسفير ماركت وموقع ترانسفير ماركت ده موقع عالمي بيهتم بإحصائيات اللعيبة سواء مع فراءة سواء مع المنتخب وهو بيحدد القيمة التسوقية بناء على بعض المعيير القيمة التسوقية اللي هو بيحددها دي مش شرط تكون هي الأساسية اللي ممكن لو اللعب هيتبع بيها أو هنشتري بيها أو فريق يعني هيتشتري بيها تكون هي الرسمية هو بيحطها وفقا لإعتباراته وحساباته هو القيمة اللي عملها موقع ترانسفير ماركت تيبو كورتوا طبعا حارس مارما ريال مادريد كان قيمته التسوقية 60 مليون يورو بيلي في المركز الثاني والتالي أليسون بيكر حارس مارما ليفربول ودونا روما حارس مارما باريس سانجرما الاتنين خمسين مليون يورو المركز الرابع والخامس عندنا إيدرسون حارس مارما منشستر سيتي ويان قبلك حارس مارما قتلتكو مادريد وكل واحد فيهم خمسة واربعين مليون يورو الحقيقة بقى تيبو كورتوا نفسه هو لو تفتكري أو المنظام من ريال مادريد يعني شو في الفرق ما بين أو وقت انضمامه بداية انضمامه مع ريال مادريد وتشوفيه دلوقتي ووضع مختلف تماما 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 من حارس يعني جمهور ريال مادريد كانت بتشتمه كتير كانت بتلقي عليه اللوم كتير في بعض النتائج المباريات لما ريال مادريد مثلا بيفقد نقاط أو بيخسر مباريات كان اللوم أكتر كان بيبقى على تيبو كورتوا سبحان الله الوضع تغير تماما أداء كورتوا تحسن كتير التطور كتير جدا 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 كورتوا كان عامل أساسي فوز ريال مادريد بدوري أبطال أوروبا أخر نسخة الدوري الأسباني أخر نسخة السوبر الأوروبي ده كمان كان سبب من أسباب أنه يدخل قايمة المرشحين لأفضل لعب في أوروبا النسخة دي أو العامل اللي احنا فيه ده مع طبعا بينفس زميله الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي كيفين دي بروين لعب منشستر سيتي والقايمة طبعا اللي احنا كلنا تفاجئنا بيها جدا بغياب محمد صلاح عن الثلاثة المرشحين غير كمان ابتعادوا أصلا عن الخمسة حتى الأوائل وتوجدوا في المركز السابع واللي كانت مفاجأة كبيرة لنا جدا 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 وعليها علامة استفهام كبيرة بصراحة منا بشكرك جدا طبعا دايما متنورينا وبتشرفين على شاشة قناة نادي الأهلي وتحديدا عشر الصبح في الأهلي بشكرك جدا مرسي جدا يا ماري بنورتي طبعا دي كانت جولتنا الصحفية اليوم من داخل موقع يلا كورا والحقيقة زي ما انتم يعني تابعتوا معانا تحليل أكثر من نوافي لكل العنوين اللي كانت معانا النهاردة حول كل العنوين يعني لتناولتها منا وحللتها بشكل تفصيلي بشكركم جدا نشكرك احنا كمان زيونتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية ونشكر زميلة العزيزة من عمر